موسيقى في إطار احتفالات مصر والقوات المسلحة بالذكرى الخمسين لانتصارات أكتوبر المجيدة قام السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة يرافقه الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي والفريق أسامى عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة بوضع إكليل من الظهور على النصب التذكري لشهداء القوات المسلحة بمدينة نصر وعزفت الموسيقى العسكرية سلام الشهيد في تقليد عسكري أصيل وفاء لشهداء مصر الأبرار ثم قام الرئيس عبد الفتاح السيسي بوضع إكليل من الظهور على قبر الرئيس الراحل محمد أنور السادات وقراءة الفاتحة ترحما على روحه الطهرة ومصافحة عدد من أفراد أسرته كما صافح الرئيس السيسي عددا من كبار رجال الدولة موسيقى وعددا من قادة القوات المسلحة موسيقى وقدام قادة حرب أكتوبر موسيقى ثم توجه الرئيس السيسي إلى قبر الزعيم الراحل جمال عبد الناصر بقبر القبة ومصافحة عدد من أفراد أسرته موسيقى حيث قام بوضع إكليل الظهور وقراءة الفاتحة ترحما على روحه الطهرة موسيقى وفي سيق متصل ترأس الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة اجتماع المجلس الأعلى للقوات المسلحة وقدم الرئيس عبد الفتاح السيسي في بداية الاجتماع التهنئة للشعب المصري وأبنائه من رجال القوات المسلحة بمناسبة الاحتفال بتلك المناسبة الوطنية وفي نهاية الاجتماع وجه الرئيس السيسي التحية لأرواح الشهداء والمصابين الذين ضحوا بأرواحهم الطاهرة لحماية الوطن وصون مقدساته مؤكداً أن الشعب المصري يقدر دور القوات المسلحة في الحفاظ على أمن الوطني وسلامة أراضي